طيب على مستوى التدريبات يمكن طبعا جياني امفنتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا كان قال تصرحات مهمة جدا خلال الساعات القليلة الماضية وقال أولوية رئيسية لدينا أن صحة الإنسان وصحة اللاعبين ده في المقام الأول الفيفا بيرفض استئناف أي نشاط استئناف أي مباريات استئناف أي تدريبات خلال الفترة الجاية طالما الأمر الطبي لم يحسم هذا الموضوع بنسبة كبيرة ولم نصل لمرحلة الطمانينة من أجل أن يشارك الجميع في ريبات ومنسمى استئناف المباريات لذلك الأجهزة الفنية والأنديية بتشتغل على فكرة أن في تدريبات بتتم في المنزل من خلال مدرب الأحمال مع المجير الفني وترسل عبر الأولاين وعبر الإنترنت أو عبر الواتس أب إلى اللاعبين لكي يتم تنفيذ هذه البرامج في الفترة اللي جاية ده مهم جدا عشان على قدر الإمكان اللعيبة ما نتأثرش سبب إيقاف النشاط أو تفوعد عن إقامة مباريات خلال الفترة الحالية ليه الأمر كده اللي أنت بتتكلم في منتصف مارس لمنتصف إبريل بتتكلم في شهر لو راحة سلبية ما بين موسمين ما بتاخدش أكتر من كده واضح إن إحنا ممكن نستمر على أقل تقدير وحسب المعلومات الوردة من الاتحاد الماصر لكرة القدم حتى نهاية إبريل فبنكلم في شهر ونص عشان تقدر تشتغل في الشهر ونص وتحافظ على ليقطق البدنية بالنسبة معينة لازم تنفذ أو تنفذ بعض البرامج البدنية اللي أجهزة المدرب الأحمال يبعتوها للعيبة خلال الفترة اللي جاية ده بيتم في النادي الأهلي من خلال ريني فيلار اللي بيحرص على تحديد برنامج بدني لكل اللاعبين صباحا ومساءا للاستعداد البدني بشكل جيد للمرحق اللي جاية توماس بينكلم مدرب الأحمال بيتواصل مع كل اللاعبين من خلال الواتس آب وإرسال هذه البرامج إلى اللاعبين لكي يؤدي كل لعب التدريب بشكل منفرد في منزله بنفس الأمر كل لعب بيصور جزء أو مقطع من التدريبات دي وبيبعتها إلى مدرب الأحمال توماس بينكلم عشان يبقى الجهاز أبديت عارف كل لعيب نفذ البرنامج بشكل زمني ازاي بشكل فني وبدني ازاي بالنسبة للمرحلة اللي جاية